بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ مع الاندكشن ماشين لاب نولو تيست او سري فيز اندكشن موتور الهدف من التجربة عندي ان انا حدد البرامتر RC و RM LM للإكوفيلان سيركت للسري فيز اندكشن موتور وفي نفس الوقت كمان احسب روتشنال نصيز للموتور البرامتر زياد لما انحدده مع استخدام باقي التيست او باقي الطرق هقدر في النهاية ان انا عرف الإكوفيلان سيركت برامتر بالزبط بكام وبالتالي اقدر حكم على اداء الالة اللي عندي علشان خطر نفهم الفكرة المتعلقة بالنولو تيست هلاقي هنا عندي من الpower flow diagram الpower input للالة اللي هي الpower الكهربية مفروض ان بيروح منها جزء cover losses في الستيطر وبعد كده core losses وبعد كده power اللي هي خلال الارجاب من النهاية بيروح جزء cover losses في الروتر وبعد كده جزء فريكشن جزء في الفريكشن ان هو النهاية الباور او لود في حالة ان انا شغالها نولود هنلاقي ان ما فيش باور او لود بتعانديه وبالتالي جزءين الباور او اللوصص اللي بتحصل في الالة في الحالة ديت هي الباور في الكور والروترشنا اللوصص طيب بالنسبة الكور لوصص هنتعامل معاها ازاي على شخص نهمي تأثير او نهمي الكور لوصص في الستيطر هنحتاج او هنستخدم الابروكس مت اكوفلانت سيركيت في حالة استخدام الابروكس مت اكوفلانت سيركيت او البرفيز اابروكس مت اكوفلانت سيركيت هلاقي ان انا عندي هنا ده كده البرانش المفروض ان انا عاوز اجيب البرامتر بتاعته في الحالة ديات لما يبقى القالة شغالة نولود هلاقي ان السرعة الان M تقريبا قريبة جدا من سرعة السينكرونس اللي هي الان S وفي حالة ديات ال S تقريبا هتقول للصفر معنى ان هي بتقول للصفر وهنا مقصوم عليها يعني معنى الزحة الكلمة دي بقت كبيرة جدا وبالتالي البرانش ده مش هيمر فيه طيار والطيار كله هيمر في البرانش اللي هو البرagon في الحالة ديات نقدر نحسب بالRC والXM نلاقي هنا البرفيز اكوفلان سيركت أثناء النولو التست بالشكل ده مفروض أنه بقى عندي الRC على التوازي مع الLM ومحتاجين أنه نحسب القيم بتاعتهم بكام وبالتالي هنحسب هنسلط الجهد ونحسب نحسب الجهد ده بكام ونقيس الطيار طبعا الطيار الاميتر هيتوصل والفوتاميتر هيتوصل الواتميتر أو الباور فاكتور ميتر هو اللي بيبقى له تلات أطراف بيبقى الطرفين هنا الملف على التوازي الملف البريرل. وطرفين هنا طرفين هنا الملف الـ series. طبعا الملف الـ series هيتوصل N- series زي الـ ammeter والملف البريرل هيتوصل زي الفوليتمeter. فحيث أن أنا هدخل هنا من النقطة O أطلع من النقطة I. بقى كده الملف الـ series هيتوصل N- series مع ال… دaire. والطرف اليو دة هيتوصل مع الـ neutral. بحيث أنه هو يأخذ إشارة من الجهد وإشارة من الطيار وبالتالي يقدر يحسب اليوم ولم بينهم كpower factor أو يحسب الباور بكام. طيب تعالوا نتخيل ان احنا في المعمل وعايزين نوصل التجربة دي هلاقي عندي هنا ده ده الباور سبلايل دايما بنستخدمه هلاقي هنا الآلة واندروتور اندكشن ماشين او اندكشن موتور حد ان انا شوف الاجهزة المفروض او الادوات ده محتاجية على شخص التجربة اجهزة القاسة ده محتاجية هنا عندي فولتميتر فولتميتر ده هيشتغل على AC ونفس الوقت زبطها هنا على جهد تقريبا ربعمية على شخص تريب اللمت بتاعه اعلى من الجهد الريتد بير فيز للآلة الجهد الريتد بير فيز للآلة هو ٢٢٠ وبالتالي هنا هزبط بلتميتر على قيمة اكبر وطبعا هحتاج الطرفين دولتهم اللي هيتوصنوا مع الآلة عندي تاني جهاز عندي هو الاميتر الاميتر هنا هيتزبط على أمبير طبعا AC طيار AC وبالتالي هستخدم الطرفين دولي أمبير لانه وارج جدا للطيارة عندي يزيد عن الملي أمبير في حالة حتى النلود لو الآلة كبيرة آلة كبيرة ممكن النلود لوصص بتاعتها تبقى كبيرة أو الآلة تصميمها سايق برضو النلود لوصص فيها بتبقى كبيرة نحتاج كمان باور فاكتور ميتر أو وات ميتر الاتنين توصيلهم واحد هلاقي هنا عندي الباور فاكتور ميتر فيه جزء اندكتف وجزء كابستف طبعا الباور المسحوبة عن طريق الاندكشن موتور بتبقى كلها باور اندكتف يعني معنى كده المؤشر هيتحرك في الاتجاه ده بس مفيش منعنى المؤشر يتحرك في الاتجاه التاني لو انا عكس التوصيله ما بين الأو والآي لو عكس التوصيله ادخلت مثلا من الأو وطلعت من الأو هلاقي المؤشر اتعكس في الاتجاه التاني بس بالنهاية إيس الباور فاكتور بكمتو السليمة دي ما فيهاش مشكلة لكن في النهاية دايما الباور المسحوبة عن طريق الموتور هتبقى باور اندكتف يعني المؤشر المفروض انه يتحرك في الاتجاه الاندكتف نبدأ بعد كده التوصيل انا اوصل الآلة الوامد روتور هعمل شورت سيركت على الروتور وبعد شورت سيركت على الروتور هنقرر ان احنا هنوصلها ستار وبالتالي هنعمل شورت سيركت على جزء من اللفات الستيطور طرف منهم ونبدأ ان احنا نوصل اوصل فيزة واحد وفيزة اتنين ووصل النيوترون من الباور سبلوي مع الآلة وبعد كده فيزة تلاتة هي اللي عامل عليها الكياسات نطلع من فيزة تلاتة ندخل هنا على الطيار 10 أمبير وبعد جهة نطلع من الكم للأميتر نطلع من الكم للأميتر نروح للطرف O في الباور فاكتور ميتر وبعد جهة نطلع من الطرف I نروح للفيزة يبقى كده كل الحاجات المتوصلة ان سيريز توصلت فقدر الحاجات البارير فقدر النقطة U تتوصل مع النيوترون للآلة بالفعل النقطة U تتوصل مع النيوترون للآلة وبعد كده المفروض ان انا احط الفلتوميتر عشان خاطر يقسلي الجهود اما ان انا احطه ما بين الفيزة والنيوترون هنا او ممكن احطه ما بين الفيزة والنيوترون هنا طبعا الافضل توصيله هنا بحيس يبقى كل القياسات على نفس الفيزة بس ما فيش مانع ان احنا برضو نوصله على الفيزة دي طبعا المفروض الترفيه ده المفروض ان هو بتوصل بنيوترون للصبلاي بس مما ان النيوترون للصبلاي اصلا متوصل مع النيوترون للآلة وبالتالي يبقى كل النيوترون متوصل مع بعض في الحالة دية خلاص انا خلاص التواصيلة بتاعتي وتوصلت لأجهزة نبدأ ان احنا نشوف هنشغل السابلاي ازاي تسجيل السابلاي هابدأ اجيب المفتاح على واحد هابدأ ارفع السيركت بريكر بعد رفع السيركت بريكر الاساسي هابدأ ارفع السيركت بريكر عشان يطرق اللي يبقى معايا هابدأ ان انا حاول دية الاتجاه بي عشان خاطر اخد variable current برضو هقدر اخدهم من هنا في ممكن بي او ايه بس احنا هنختار مثلا بي بعد كده هغير مفتاح داع على واحد يبقى كده الباور سابلاي جاهز نواية دين الباور فاضل بس ان انا دوس start واول ما دوس start المفروض ان احنا ايه كده الباور سابلاي جاهز نواية دين الباور هابدأ هنا ارفع البرياج تدريجي علشان خاطر الموتور عندي يبدأ يدور وهلاحز فعلا ان مع رفع البرياج الموتور عندي هيبدأ يدور سمي يفوته وكده البرياج الموتور المفروض ان ان 초击 بدأ يدور وبعد كده المفروض ان انا هابدأ ارفع الجهد دات لحده ماوصل للراتباليو ي heroin Rated Value للvalorgt وال course سيكون Shar их Point 220 for هي القيبة اللي انا اعمل لاندها التست وطبعا الطيار هيبقى علي حسب الطيارة المسحوب اناو ليش دعبه بطيارة الطيارة الريتد خالص دلوقتي يعني على حسب الطيارة المسحوب طيارة نولويت في الحالة ديا لأنها طبعا شغالة No-Load طيارة No-Load في الحالة دي هيبقى بالقيمة دي وطبعا هيسى el Power Factor من النتائج اللي احنا اخذناها دي نقدر من الحالة دي ان انا هيبقى عندي الجهد عند No-Load كفاز طيار طبعا كفاز كل قراءات السابقة هي قراءات Bear Phase وعندي el Power No-Load Bear Phase بالقيمة دي طيب المفروض ان احنا متفاقين ان ال Power المفروض المسحوبة عن طريق الموتور في الحالة دي تتكاون من جزئين جزء ال Core Losses وجزء ال Rotational Losses من ال Power Factor Diagram اتكلمنا عنه طب ازاي هنقدر نفصلهم عن بعض؟ علشان نفصلهم عن بعض فيه حاجة مهمة جدا بالنسبة لل Core Losses ان ال Core Losses بتواجد فقط مع وجود الجهد طب لو انا شلت الجهد اللي متصلت على الآلة بعد ما الآلة اشتغلت فترة يعني لو الآلة كانت شغالة وفاجأة ان انا فصلت الجهد اللي متوصل على الآلة الباور الموجودة جوال الآلة دي هتتروح كلها فين؟ هتروح كلها في الفريكشن ان انا وايضا اشتغلت يعني بيلوتشنا بالذات لو الآلة شغالة من ونود اللي مش هتوقف فجأة يبقى معنى كده ان انا قادر افصلهم طب هافصلهم ازاي؟ هاجي هنا المفروضة إيس الجهد الريتد والباور اللي كانت مسحوبة عند الريتد وابدأ ان انا قال للجهد وإيس وصاده الباور الريتد بيرفيس نفس الكلام قال للجهد اكتر وهكذا الحد ما اصل لنقطة قريبة جدا من الصفر طبعا مش هنوصل للصفر بالظبط الصفر ده انا مش هعرف إيس الباور عنده بكام لاني بمجرد مفصل الصبلاي طبعا مش هعرف إيس الباور لكن هادا هابدأ ارسم النقطة اللي انا خدتها ديت وطبعا النقط ديت هتترسم ما بين الجهد الفيز نو لود والباور انا نو لود 3 فايز هنا الباور الناتج اللي طالع عندي لانه كان التوصير بيرفيس لكننا لما هاجه ارسم الكيرف ده هارسموا ما بين الباور أو النو لود 3 فايز الباور 3 فايز مع جهد اللي لود بيرفيس يعني كل القيام ديت بفتن هي اضرر في فتلات مع الرسم النقطيات ومو Greek J لب lineage استخدامت المخلص ال 급 Wy kung mu على سبيل المثال هلاقي هنا في النهاية النهاء نها Eightقاطع مع الخط الرأسي تقاطع مع الخط الرأسي ده معنا ان الجهد هنا بصفر يبقى اذا الـ Power المسحوبة في الحالة دي هي الـ Power Rotational Total الـ Power المسحوبة دي طبعا زي ما اتفقنا هي الـ Power Rotational Total طب هي الـ Power دي في الحالة دي أنا هافطار تثبوتها عند جميع الصرات يعني هافطار تثبوتها عند الراتد زي القيمة اللي أنا هتلعها هنا يبقى هوجه الـ Power Rotational Total أبدأ أطرحها من B-No Load 3 Phase طبعا مش هي دي القيمة هي دي قيمة دي هادربها في 3 وبعد كده أطرح منها الـ Power Rotational Total اللي أنا أطلع نعطاها من الكيرب هنا يطلع لي الـ Power Core Total الـ Power Core Total لو أسمتها على 3 في الجهد النولود في طيار النولود هقدر أوجد الـ Power Factor أو ممكن يكون أصلاً أيسين الـ Power Factor وبالتالي أسمي الجهد النولود على الطيار في الـ Power Factor يديني الـ RC أسمي جهد النولود على الطيار في الصين في يديني الـ XM يبقى كده أوجدنا البرامتر بالفعل للآلة عندنا من خلال النولود تست شكراً ميكو شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة